ممكن تقوليلي ازاي دخلتي على عالم الغناء والله انا اولا من صغري وانا بغني يعني من صغري يعني من ساعة ما كنت بتكلم كنت بغني ازاي اماما بتحكيلي كانوا يجوا اصحابهم وقتاعة وقف اغني وارقص وقتاعة وحاجة وكانوا يروحوا الاناطر في الجنينة يقولولي الجنينة كانت توقف تتفرج علي وكتير يقول لها دي مش هادا يطلع طبعاية ابدا بالجراءة دي والجراءة وبعدين كنت احب اغني ليلة مراد اوي وقعد غنيها وبتاع بس كنت بخاف من بابا طبعا مش زي ما يقولوا الاهل عرضوا لا لا مفيش حاجة مني بس الواحد يعني كان خايف جات صدفة كده هوت بابا سمع صوتي وكنت اخاف اغني قدابه فنفسه بابا امبسط من صوتي نفسه بابا امبسط وبعدين يعني قلت نفسي اغني ونفسي امسلوا كله لما لقى صوتي حلو بتاع شجعني الحياة وبابا وقف كان بكتير قوي في الفترة دي كنت بتسمعي ايه من اغاني ليلة مراد ومين يشتري الورد مني طب انت دلوقتي تبصيلي كده ليه بتقولي يا طارع عند سؤال ايه ايه اللي بعده ايه اه اللي هي الاغاني بتاعت فيلم ليلة ايه كانت حلوة اقوى الحقيقة ايه رأيت في ليلة مراد يا سلام فنانة عظيمة عظيمة وما حدش ينكر يعني الفترة بتاعتها دي كانت من احلى الفترات الافلام الغنائية الاستعراضية وكل لغير دلوقتي احنا في التلفزيون ما بنشوف افلامها وبنتجنن عليها اه وبتتسمع اغانيها اللي بقالها عشرين سنة وخمسة عشرين سنة وعيشة هل تعتبر انها رائدة وملكة الاغنية القصيرة طبعا في رأيك هل انت سرت على نفس الدرب متاع ليلة مراد يمكن انا بقى عشان حبيتها قوي فتأثرت بالليلة مراد اه تأثرت بيها وبدأت بالاغاني القصيرة السريعة طب انت قلتلي انه حوالي خمسمائة اغنية كم فيلم تقريبا ممكن متين متين فيلم بس ده ثروة ضخمة جدا انتاج هاي الاوي عشان زمان كنت باشتغل في افلام كتيرة قوي يعني في الشهر تلت افلام اكون باشتغل في تلت افلام تعارف افلام بقى الاستعراضية والخفيفة والحاجات دي من استوديو لستوديو يعني في البيت يمكن اعود تلت ساعات اربع ساعات بس فالافلام كانت بيتحامل بكسرة مش زي دولة مش بيكلموا على تحديد النسل انت نسلت كتير قوي خمسمائة اغنية كتير قوي طبعا مش انا اللي بقول كده زمان غيرك من الفنانين والفنانات هما اللي بيقولوا بيطالبوكي بتحديد النسل مش كده بلقيه طبعا